فوائد و أسرار ما يدركها إلا من جربها و ذاق حلاوتها و استشعر سعادة العطاء عبرها طبعاً هذه الصدقة تعود على المسلم بالنفع في دنياه فهي سبب لنماء و بركة ماله و بها يدفع المسلم عن نفسه البلاء و أهل بيته بإذن الله يقول النبي صلى الله عليه و سلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة الصدقة من أوضح الدلالات و أصدق العلامات على صدق إيمان المتصدق يقول الله تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْلُ الرَّازِقِينَ و يقول النبي صلى الله عليه و سلم و إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً الصدقة ترفع صاحبها حتى توصله إلى أعلى المنازل يقول النبي صلى الله عليه و سلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب من طيب و لا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه و إن كان تمره فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله الصدقة تطفئ الخطايا و السيئات و الذنوب و هي من أعظم أسباب بركة المال و زيادة الرزق بعد حديثنا هذا كله بالتأكيد أن الإنسان يعرف يقيناً أن أفضل الصدقة حينما تتصدق في الأوقاف التي يستمر عطائها حتى بعد وفاتك ما يتعلق بموضوع اليتيم أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من شرائح المجتمع لأنه الطفل بالذات الصغير قوي بوالده فإذا فقد والده و معيله أصبح ضعيفاً في المجتمع و لذلك وصى به النبي عليه الصلاة والسلام بشكل خاص فقال أنا و كافل اليتيم كهاتين و قرن بين أصبعيه السبابة و الأسطى و جعل من تصدق أو كفل يتيماً أو سعى في إسعاده كان مع النبي عليه الصلاة والسلام قريباً منه كقرب الأصبع السبابة من الوسطى فلضعف هذا اليتيم و الذي يحتاج إلى رعاية مجتمعية و من اكتسب هذه الصفات الأربع صدق الحديث و حسن الخلق و حفظ الأمانة و العفة المطعم لا شك أن روحه و نفسه قريبة و قادرة على العطاء و على أن يسعد مثل هؤلاء الأيتام و يجعل جزء من ماله في هذا الوقف الذي يعود ريعه على الأيتام و هو الصدقة التي سيجدها بعد موته لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث منها صدقة جارية و لا شك أن الأوقاف من أهم الصدقات الجارية لأن فيها تحبيس للأصل و تسبيل للمنافع فيعود ريعها إلى هؤلاء الفئة الضعيفة داخل المجتمع التي تحتاج إلى رعاية خاصة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكل من ينفق نفقة صغيرة أو كاملة كبيرة في أجل هذا الوقف و أن يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر و أن يكتب المنفعة لهؤلاء الإخوة القائمين على هذه الجمعية المباركة و صلى الله وسلم على نبي محمد عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء